تعمل هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة بجهود مكثفة لتوصيل الخدمات لمنطقتين الإحرائي التجارية والصناعية بمدينة خرفكان في أسرع وقت ووفق أفضل معايير ومواصفات الأمن والسلامة حيث بدأت الهيئة في المرحلة الأولى بتركيب عدد 12 محطة توزيع فرعية بطول 12 كم بتكلفة تصل إلى 19 مليون درهم وأوضح المهندس سعود عبد العزيز مدير إدارة خرفكان بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أنه في إطار جهود الهيئة لتقديم أفضل الخدمات لتوصيل التيار الكهربائي في مدينة خرفكان وبالتحديد في المنطقتين تعمل الهيئة حاليا على توصيل خدمات الكهرباء للمنطقة الصناعية بتكلفة تتجاوز 12 مليون درهم والمنطقة التجارية بتكلفة حوالي 7 مليون درهم وذلك حتى يتم إنشاء محطة توزيع الرئيسية اللازمة لتغذية المنطقة بالكامل وأكد أنه في إطار حرص الهيئة بخرفكان على تحقيق هدف الاستدامة للمياه من خلال توفير مياه نظيفة وصالحة للاستخدام وفق أعلى المواصفات والمعايير تم البدء بأعمال تمديد خطوط ونابيب المياه الرئيسية من نوع جي آر اي بمختلف الأقطار لتخدم جميع المستفيدين في منطقتين الإحراي الصناعية والتجارية